21 دولة عربية وأجنبية تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع السفرات العراقية فيها من أجل فتح مراكز لتسجيل الناخبين وفق آلية جديدة تبدأ بالتسجيل والتحديث وتنتهي بالبطاقة البيومترية والتي جاءت ضمن قانون الانتخابات لسنة 2020 الذي منح العراقين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات النيابية وضع آلية جديدة حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب أو تغيير أصوات الناخبين في الخارج كما يحصل في أغلب الانتخابات السابقة كون الآليات كانت تختلف عن ما يجري في الانتخابات الداخل فبالتالي تم فرض بطاقة الناخب البيومترية حصرا للناخبين الذين يرغبون المشاركة في الانتخابات المقبلة 35 يوما هي المدة التي حددتها المفوضية لتحديث سجلات ناخبين الخارج عبر المراكز التي ستفتح في دول عدة نسبة المختاربين في الخارج نسبة كبيرة وهذه الحقيقة حتى لا نحرمهم من هذا الحق العراقي موجود سواء في الداخل أو الخارج فهذه الآلية ضمنت في بياد أمينة ممكن أن تنجح هذه العملية وتكون شفافة عن طريق السفارة هذا وسيشهد العاشر من تشرين الأول المقبل الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن طلبت مفوضية الانتخابات التأجيل لأسباب فنية آلية جديدة وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانتخابات الخارج الهدف منها ضمان نتائج تلك الانتخابات والمشاركة الواسعة هبة سودانيا العراقية الإخبارية بغداد